تحياتي يوم أمس ذكرت صحيفة لجزيزة دولو سبورت أنه مالديني وليوناردو الاثنين هيغادروا مع بعض ميلا في نهاية الموسم شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه ميلا سيرجع يبدأ من جديد لأنه الاثنين يمثلوا الفكر الاستراتيجي في ميلا معنى هذا الكلام أنه ميلا سيفكر باستراتيجية جديدة بأسلوب جديد واضح أن الملاك الأمريكان فهموا الآن تركيبة الرياضة في كرة القدم أنه الألقاب حلوة أو البطولات حلوة بس هي مش كل شيء وأهم شيء في الموضوع كيف تقدر دائما تخلي فلوسك أكثر وتلمو أكثر من حيث الدخل وتلمو أكثر من حيث قيمة اللاعبين بحيث هذا الشيء اللي بضمن لك الاستدامة للأبد بدون ما تصيد تستثمر وتدفع فلوس من جيبتك وتخسر وقوانين اللعب المال نظيف بالأخير يتعطر فيما بدو أنه ميلا متجه لشائب يشبه مشروع موناكو لما نحكي مشروع موناكو نحكي بروح هذا الفريق بيجيب 30 أو 25 لاعب صغر تحت 18 تحت 20 سنة كلهم موهوبين من قرات العالم فبالتالي جزء كبير من الاستثمار قاعد عم بروح على مسألة الكشف والسكاوتينج حول العالم فبيجيبوا 20 أو 25 لاعب من هدول 25 لاعب ممكن تكلفوك على بعضهم 50 مليون نقول طبعا في منهم اللي بيكونوا بأوروبا ونوعدوا بيكونوا أغلى شوي بس خلينا نحكي الأسعار اللي رخيصة اللعبي الصغار هدولا بتروح أنت مجربهم ويلعبوا اللي بيفشل بتقوله الله معك اللي بينجح بصير تزيد قيمته طب بالأخير بتروح كل اللي دفعته أنت على كل هالمجموعة لاعب واحد بيطلع تكلفتها والباقي بيكون بيلعب معك وبيعطيك نتائج المطالب أنك توصل دور الأبطال تلعب دور الأبطال عشان ترتفع قيمة اللاعب بالسوق وترجع تبيعه بالنهاية حب تكتشف أنه ع 3-5 سنوات بصير النادي قدر يموّل نفسه ويعيش بس من بيعه وشرى اللاعبين زي ما بيعملوا في البرتغال زي ما بيعمل موناكو فعلى الأغلب ميلان حيبطل يفكر بطريقة أنه أنا بدي أرجع ميلان القديم لا أنا بدي عندي خطوة قبل ما أرجع ميلان القديم أصير ميلان اللي قادر يصرف على حاله حرفيا بعدين منشوف شو بصير بعد ذلك فيبدو أنه في تغيير استراتيجي في ميلان قادم تغيير بدي أخذ شوي طموح الجماهير لمحدودية أكثر عشان مستقبل ممكن يكون في طموح أكبر موسيقى موسيقى